تتواصل القوات الأمنية العراقية معركتها ضد داعش في مدينة الموصل مع تركز المعارك في المنطقة القديمة بالشطر الغربي من المدينة وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية تحاصر المسلحين في المدينة القديمة وإن اشتباكات عنيفة تجري في محيط جامع النور الكبير في حين وصل مجموع من نزح من المدينة إلى نحو نصف مليون شخص منذ بدء المعارك وفق أرقام الأمم المتحدة